يقول أخونا وأنا أصلي في أي صلاة وحتى الآن لا زالت تصيبني بعض الوساوث وأفكر في أمور الدنيا مع أنني أستمع إلى قراءة الإمام وهو يقرأ وأشد كل أفكاري إلى الصلاة ولكن كما ذكرت لكم حالي ودهوني جزاكم الله حيث هذا شيء يكثر وقوعه في المصلين ولكن يجب على المسلم أن يقاومه وأن يحاول إحضار قلبه وأن يطرد الشيطان هذا الواجب على المسلم أنه لا شك أن الشيطان يتسلط على المسلم في صلاته ليضيعها عليه ويشغله عنها يجب على المسلم أن يستعيد بالله في أول صلاته بعد الاستفتاح وإذا حضرته وساوس أو هموم أن يطردها وأن يتذكر صلاته ويتذكر علمة الله سبحانه وتعالى ومن هو واقف بين يديه ثم يطرد الشيطان هذا الواجب على المسلم أن يقاومه وأن يجاهده وأن يترك وساوسه ولا يضره إن شاء الله جزاكم الله خير ورحمة إليكم وكون السائل يحس بهذا ويخاف منه هذا دليل على الإيمان ودليل على اهتمامه بصلاته ترجمة نانسي قنقر